جهاز سفالي جهاز يقوم بعمل مساج داخلي للأعصاب التي تسبب آلام الرأس وكذلك الصداء النصفي والكل من خلال زيادة عتبة الإحساس عند المريض مع الوقت ما يخفف من حدة آلام ومن ثم القضاء على الآلام نهائيا حول هذا الجهاز مشاهدين ومدى فعلياته وكيفية استعماله اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من بيت لحم طبيب العائلة دكتور بسام الكالوتي مساء الخير لك سيد بسام في هذا الملف الأخير والملف الصحي من برنامج فلسطين هذا المساء بداية حدثنا عن طبيعة عمل هذا الجهاز مساء الخير طبعا أول شيء هذا الجهاز جهاز كهربائي يعمل بطريقة إرسال ذبذبات كهربائية طبعا هاي الذبذبات بتحفز العصب اللي هو طبعا عصب الوجه والفك طبعا لما بيعمل هذا الجهاز ذبذبات كهربائية بيعمل نوع من المساج لهذا العصب تبع الوجه طبعا الوجه هو الفك وهذه الذبذبات المساجات بتعمل طبعا على عدة أشياء طبعا الشيء الأول اللي هي ممكن إنها تحفيزه لهذا العصب على مدى معين على المدى البعيد بتعمل على زيادة إفراز نوع من النواقل العصبية اللي هو الإندورفين الإندورفين اللي هو ممكن إنه يعمل نوع من الراحة والاسترخاء وطبعا يخفف من الألم اللي هو مسبب لهذا الصداع طبعا نعم وهذا المادة هاي أو الماقل العصبي هذا الإفراز تبعه يتم عن طريق تحفيز هذا العصب اللي هو عصب الوجه إضافة لهيك طبعا اللي هو إنه بخلي خلينا نقول الخط المستوى تبع الإحساس في الألم اللي يكون أقل من اللي هو إحنا من سميه لثري شول تبع الألم من خليه يكون طبعا بيعليه بحيث إنه صقف الألم تبع الشخص طبعا بيخلف من إنسان لإنسان ممكن إنسان من ألم بسيط يشعره كبير والعكس تماما إنه إحنا ممكن مع هذا الجهاز الألم لكتير يصير خفيف جدا نعم دكتور بسامي أنا أسألك هنا هل صحيح أن هذا الجهاز يعمل على القضاء على الصداع نهائيا والله إحنا طبعا الشيء النظري والشيء لهذا إنه الفكرة إنه يكون على مدى عدة شهور إنه يختفي الألم نهائيا لكن طبعا هذا الكلام إحنا جرب وعلى هذا الأساس إنه إحنا من نسوق أو من نحكي عن هذا الجهاز إنه على أساس إنه جرب بحيث إنه في خلال ست شهور إنه يروح الألم نهائيا لكن طبعا بحساب تجربتنا إحنا كأطباء وبيستعماله الشخصي طبعا كمان أنا كاستعمال شخصي إنه مش كشخصي أنا إنه استعمال كان طبعا من ضمنه استعمال زوجتي أنا في البيت استعماله الدائم كان في خلال أول شهرين حسين طبعا إحساس الفرق الشاسع بينما استعمال الأدوة اللي طبعا صار بشكل دائم 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 للصداع وبين إنه باستعمال هذا الجهاز أصبح إنه ممكن الأدوة هاي اللي إحنا اللي باستعملها صارت مرة بالشهر أو بدل ما تكون يومي بشكل يومي صارت عند الحاجة الحاجة الماسة دكتور بسامي يعني هل ينجم عن استعمال الجهاز أي أعراض جانبية على المريض؟ حسب الاستعمال وحسب الهدوة ما في أي أعراض جانبية سوى شي بسيط ممكن إنه يحس الواحد في شوية تنميل أو خضران بعد استعمال الجهاز وهذا طبعا إشي طبيعي مع التحفيز للعصب اللي إحنا منحكي اللي هو تريج منه نعم وما نسبة نجاح هذا الجهاز؟ والله نسبة ما بقدر أحكي أنا نسبة معينة واضحة لأنه إحنا طبعا مزبوطة إحنا فيه دراسات وفيه شي عن هذا الجهاز لكن النسبة دقيقة إنه نعرف كم نسبة نجاح هذا الجهاز ما فيه لكن بنقدر نقول إنه من التجربة يعني الإحساس بيقديش الشخص بيكون مرتاح باستعمال الجهاز أو عدم استعمال الجهاز طبعا عالي جدا دكتور بسام ابقوا معي مشاهدين لنستمع سويا إلى بعض المقابلات حول هذا الجهاز ومن ثم نعود لاستمرار في هذه المقابلة مع دكتور بسام الكالوتي فلنشاهد انتباعاتهم إنه من أول ما كانوا يجربوا وكانوا كتير يرتاحوا عليه وكان يكون فيه فرق كبير بين قبل ما يستعملوا وبعد ما يستعملوا يعني الإنسان اللي كان يكون عنده صداع ويجي عنده كان كتير يكون بعد ما يستعمل الجهاز كتير أحسن يعني لدرجة إنه فيه ناس كانت تاخدوا عطول بعد ما تجربوا أو فيه ناس كانت تستنى فترة تشوف إنه كيف بهاي الفترة بيغيب عنهم صداع أو لا وفعلا كان بدل كل يومين مثلا يغيب عنهم أسبوع أسبوعين ما يجيهم بعد ما يستعملوا أول مرة فيرجعوا وياخدوا من عنه النتائج تقريبا فورية بناش نحكي يعني أنه بنفس الدقيقة بس أنه بحس تحسن على طول من أول الاستعمال ومع الاستعمال بيبلش العلاج قدناش فترة العلاج كل بني آدم وجسم وطبيعي جسمه ممكن بيوم ممكن بشهر ممكن بشهرين أما النتائج تقريبا حتى مع الناس اللي احنا جربناها في البلد والدراسات اللي أجت من برة نتائج ممتازة تقريبا احنا اللي عنا في البلد هون أكثر من 95% كان فيه ناس راضيا البرة بيحكوا لك بين 95% اللي هو النجاح نعم دكتور بسامي يعني كونك طبيب إلى أي حد يعتبر هذا الجهاز أفضل من مسكنات الألم والأدوية طبعا احنا معروف من ناحية طبية أنه كل ما فيه دواء بدون سيئات أو أعراض جانبية اللي هو سايد ايفكتس وهي الأعراض الجانبية خاصة في الأدوية اللي بنستعملها كمسكنات والأدوية اللي بتشتغل على الدماغ إنه هاي الأدوية اللي بتشتغل على الدماغ بتشتغل على النواقع العصبية اللي ممكن هاي النواقع العصبية مع الفترة إنها تعمل نوع من الإدمان ونوع من برضو طبعا إشي ممكن يأثر على الكبد إشي ممكن يأثر على بعض الأعضاء اللي في الجسم وفي الدماغ طبعا بخلاف إنه هذا الجهاز مجرد إنه بيحفز العصب التري جيمنا اللي هو الوجه والفك بدون ما يكون فيه أي خلينا نقول إشي سيستميك عام اللي هو إنه يأثر على الجسم بشكل كبير أو بشكل زي الأدوية اللي ممكن إنها تأثر على كل أعضاء الجسم نعم دكتور بسامي يعني ما مدى تقبل المواطنين لهذا الجهاز أتواجهون صعوبة في إقناع المواطن به خاصة أنه يعني جديد في السوق الفلسطينية شوف هي أي شي جديد ممكن يكون الواحد فيه صعوبة في إقناع الناس فيه لكن أهم شي إنه الشخص نفسه يكون هو اللي بده يقناع الناس هو مقتنع في هذا الجهاز مجرد إنه هو مقتنع إنه هذا شي رح يكون أفضل من الأدوية بشكل كبير وأقل أعراض جانبية وأقل ضرر وبنفس الوقت آمن طبعا ممكن بالبداية يكون طبعا فيه بعض الناس اللي ممكن أنها تعترض عن على إشي غريب مثلا جديد أو ممكن كمان سعره مثلا في السوق أو كذا بعض الأشياء اللي ممكن كيف أنه هالكم اللي بده يدفع أفضل من هذا الجهاز هل راح يكون فيه إلو هالقدر الكبير من الفائدة أو اللي بده يدفع هالمبلغ بدون ما يكون حصل على مدولة دكتور بسام بتأكيد هذا الجهاز حاصل على شهادة وموافقة من قبل وزارة الصحة أكيد نعم وبالتأكيد هو حاصل على شهادة الجودة العالمية كذلك أكيد نتمنى السلام دائما للمواطنة الفلسطيني وكافة المشاهدين دكتور بسام نشكرك جزيلا الشكر على هذا الوقت الذي من البرنامج نشكرك دكتور بسام الكالوتي طبيب عائلة كنت معنا مباشرة من بيت لحم شكرا مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فلسطين هذا المساء ونذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر بريد البرنامج الإلكتروني مساءة مع النيت دوت أورج متقاني يتجدد بكم غدا عند الساعة السادسة مساء بإذن الله كونوا على الموعد هذه تحية طاقم العمل ومني أنا تامر عبداد أسمى الأمنيات دمتم بأمان الله موسيقى 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 موسيقى